أعلنت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الرئيسية لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعامين 2017-2018 الذي يعتبر المسح السابع من سلسلة المسوح الديمغرافية والصحية التي تقام في الأردن وأظهرت النتائج استمرار معدل الإنجاب الكلي في الأردن حسب مسوحات السكان والصحة الأسرية بمعدل طفل كما نلاحظ من عام 1990 كان المعدل 5.6 طفل في 2002 3.7 طفل 2012 3.7 طفل وفي المسح الأخير الذي تمه أخيراً 2017-2018 نلاحظ 3.5 طفل وهناك نسبة انخفاض في الأرقام من المسوحات بين عام 1990-2017-2018 وإذا تمت مقارنتها حسب المناطق نجد ارتفاع معدل الإنجاب في الريف حسب المناطق كما نلاحظ في المسح من مناطق الريفية نلاحظ فيها ارتفاع في معدل الأطفال من 3.1 المناطق الحضرية هي أقل من المناطق الريفية 2.7 وهذا ينسجم مع متوسط حجم الأسر الأردنية 4.8 فرد تعداد العام لسكان والمساكن لعام 2015 وخمسة عشر وبحسب المحافظة سجلت محافظة العاصمة والكرك النسبة الأقل في المعدل 2.3 طفل معدل والمفرق كانت الأكثر حيث سجلت 4.1 طفل وحسب الجنسية بلغ معدل الإنجاب في مسح سكان والصحة الأسرية 2017-2018 نجد أن الجنسيات الموجودة داخل المملكة السورية اللاجئات السوريات وجنسيات أخرى مقيمة على أرض المملكة والأعمار تكون بين 15 إلى 49 سنة نلاحظ أن الجنسية السورية الأكثر إنجابا حيث 4.7 المعدل كان الجنسية الأردنية 2.6 وأخيرا جنسيات أخرى مقيمة على أرض المملكة بمعدل 1.9 أما معدل الوفيات للأطفال دون في الأردن للسنوات من 2013 ل2017 في السنوات الخمس الماضية نلاحظ دون سن خمس سنوات وفاة لكل ألف مولود حي 19 وفاة لكل ألف مولود حي كما نلاحظ أغلب الوفيات في السنة الأولى كانت 17 وفاة لكل ألف مولود حي ومن سنة إلى خمس سنوات نلاحظ أيضا ثلاث وفيات لكل مولود حي خلال السنة الأولى من العمر بمعدل 17 وفاة لكل ألف مولود حي في حين بلغ هذا المولود بلغ العيد الأول له في هذا النطاق وفي هذا الطفل لكل ألف طفل ترجمة نانسي قنقر